موسيقى بيعمل كل مصيبة والتانية وتجري عليه وتغذيف حضنك ولا كأنه عمل أي حاجة لو سمحت يا أستاذة بلاشي استفزاز أنا متأكد من إجابتي يا عامل يا فإنباء أنت كده كده لازم تركب مكان وتبقى المعلم وتحط إليك على فلوس والشغر شغر وانت وراك إيه غير الخناء والبلطاجة فتوة المغربلين اسأل العروسة وابوها مين هو أدهم أدهم اللي محدش يجره ويعلم عليه مادام حبيبة أنت قلت قبل كده أنك ارتكبت الجريمة لوحدك مع عبد الربو أقول له أكبر محامي زي ما بيقول خلاص بقى طالما أنا مليش لازم أعمل إيه وأظن خوفي على أمي ومرضها أهم بكتير من أي حد تاني خليني أقول لكم طبعا إحنا بنبقى سعداء جدا في التساعة لما يكون عندنا موهبة حلوة وبالذات يمكن تساعة تلفزيون المصري استوديو عشرة اللي شاهد كل المواهب اللي بتستمتعوا بيها على كل الشاشات بتتفرجوا على نجوم كبار كمان لما بيكون عندنا مواهب أثبتت نفسها سنة واثنين وثلاثة وأعمال مختلفة وتطور في الشخصية بشكل كبير وبيجي رمضان دايما يأكد على المواهب دي حتى لو كان لهم تاريخ رمضان كده لي بريقه معايا دلوقتي يعني مش عايزة أقول ابن الوز عوام عوام ده أكيد لكن هو أثبت موهبته مش عشان هو ابن الوز هو أثبت موهبته من أدوار كتير مختلفة وقدر دلوقتي هو يقول أنا ده يعني وجودي أنا محمد أحمد ماهر ومش محتاج خالص غير إني أكون بإسمي ده وبقدم موهبتي سعيدة بوجوده وفرصة أشوف التمرد اللي هو عامله الشديد في رمضان ونتكلم معاه ما كانش فيه وقت يكون موجود في رمضان لكن دلوقتي جي وقته بيشرفنا محمد أحمد ماهر مساء الخير يا محمد مساء النور يعني عامل حالة من التمرد كده كنت جامدة في رمضان نبدأ من حق أعرب؟ ماشي نبدأ من حق أعرب حق أعرب بالنسبة لك يعني لما تعرض عليك الدور ده حسيت إن ده فيه حالة جديدة بالنسبة لك؟ بص هو الدور ما عملتوش قبل كده الورق لما قلته ورق حلو جدا للمؤلف محمود حمدان الأستاذ اسماعيل فاروق هو قاعدين بنتكلم بيشرح لي الدور لسه في الأول في الحلقة السابعة أو الثامنة أو طوله خلاص أنا ماضيت ما تكملش التسلسل الأحداث حلقة ورا حلقة ورا حلقة تشد الجمهور تشد المشاهد يعني تحس إنك عايز تتفرج على المستثلة كله في يوم واحد من كترمة والأحداث سخنة جدا مفهاش ملل مفهاش مط فالشخصية استفزتني لو أنا متفرج الشخصية دي هتستفزيني جدا فقلت لازم أخوض التحدي ده لأنه هيبقى مستفزة جدا لمشاعر المشاهد وجودك قدام نجم زي العوادي هو كمان أكشن وجامد وأول مرة تشتغل معي؟ إحنا صحاب من زمان بس أول مرة نلتقي أول مرة تلتقي كنت حاسس إنه بردو لما النجم الشاب وبيعمل بطولات قوية وجديدة إن دي فرصة بتبقى يعني فيها تحدي من نوع جديد؟ هو عوضي ما شاء الله عنده قاعدة جمهورية جبيرة جدا جدا الناس بتحبه جدا بيستنوا يعني بيستنوا العمل اللي جاي واللي جاي واللي جاي تفرجت له على فيلم الإسكندراني الأستاذ خالد يوسف صح فيلم هايل جدا جدا والفيلم كان قبل رمضان على طول كان قبل المسلسل على طول صحيح فشفت اجتهاده في العمل ده اهتمامه بأدقة تفاصيل كنا معزوين على العرض الخاصة أنا والمخرج مخرج حق العرب أستاذ مال فاروق فخرجنا يعني عندنا حماسة كبيرة جدا إن إحنا نأكد عن نجاح ده فنعمل إحنا كمان نجاح كبير مخفتش بقى من رأي جمهور التمرد اللي كنت فيه في المسلسل يكرهوك يتضايقوا منك بقى هم هيكرهوا الشخصية مش هيكرهون ده نعم يعني الناس بتتفرج على العمل الناس الناس اللي في مصر دلوقتي الناس كنت بتقولك ايه بقى الناس عندها وعي كبير جدا دلوقتي طبعا عارفين يفصلوا ما بين الشخصية الحقيقية وما بين الشخصية الدرامية بالعكس الناس بتقوليني في الشارع مبسوطة جدا وحبت دور جدا وحب العمل كله يعني يتحس إنه هو عمل نسبة مشاهدات عالية جدا جدا وليل قوي لما ممكن قابل واحد ممكن يكون ما تفرجش يعني النسبة الأغلبية للعظمة كانوا بيقولونك ايه خف شوية بالراحة لا كانت تعليقات المصريين اللطيفة بقى يعني مرة كنت مش عارف كنت خارج من التوكيل والحق كده فالراجل اللي هما بيبقى على البوابات قالك انت عايز نفتح لك الباب وانت عامل نايبة مع عمك مبارح مثلا يعني الناس بتتعطف جدا ايوه وبتصدق أحيانا جوان الناس لزيزة بتصدق وبتعيش في طصة جدا ايوه وبتحس إنها دخلت في الأحداث يعني الناس بتحس إنها واحد من العمل ايوه بتشوف نفسها في العمل لو رجع بيكي السوريت وحضرة المتهم أبي ممكن من الأوائل وقبليه كمان كان فيه حاجات اعتقد انت مثلته انت صغير كمان كتير فلو رجع بيكي السوريت تحس تقول ايه ايه المشوار بتاعك تدي له عنوان ايه لا انا لسه ما عملتش مشوار انا بالنسبة لي كل ده انا لسه ما رضيتش تنوحي طبعا بس فيه محطات كتير بالنسبة لي محطات مهمة جدا يعني بداية من اميرة فعبدين مع الاستاذة سميرة احمد نجمة كبيرة جدا مرورا بحضرة المتهم ابي ايوه اميرة فعبدين اميرة فعبدين كان قابلة حضرة المتهم ابي ده كان اوائل حاجات اللي عملتها البداية الانطلاقة اللي الجمهور يعرفني من خلالها بشكل كويس حضرة المتهم ابي طبعا مرورا بقى بصور خضار السندريلا دي لفترة البداية كانت الاعمال حلوة وسخنة وفيها احداث كتير فالناس كانت بتتفاعل معها والحمد لله انها يعني اعمال ما بتتنسيش موجودة يعني اي حد النهاردة هتلاقيه فاكر حضرة المتهم ابي اه ساعات يقولك ايه التمثيل في الوقت ده كان مختلف عن التمثيل في الوقت ده ده الكلمة دي حقيقة لا هو مش مختلف هو طلعت مدرسة اللي بيقولوا عليها التلقائية دي يعني طب خلينا ناخد الاجابة دي بعد ما نروح معاك لحق اعرب ماشي ونرجع نشوف التمرد اللي كان موجود ونرجع ناخد الاجابة دي نشوف مع بعض حق اعرب وحيات حبيبك النبي يا كريم تسترها معا انا خلاص ببقيتش حبل فرق تاني موسيقى 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 يا رب ليشوفك كده وانت بتدعيه له تشوح تفي عليه بيقول انه هو ماشي وعيد الوانا اللي ماشي يعوج وجلب المصايب يا حبيبي انتو الاثنين ولادي ومعزتكم في قلبي واحدة لا يا اما معزة عمرامكة واحدة طول عمرك بتحب عربة كتر مني بيعمل كل مصيبة والتانية وتجري عليه وتغذيف حظمك ولك انه عمل اي حاجة وانا لو عملت غلطة صغيرة قد كده تقليب الدنيا فوق دماغي ولا كأنه خير بتملت يا اما قبلك دائما محضره للعزر حتى قبل ما اعمل الزم انا كنت فكرك ناصح يا علي ما كنتش اعرف انك غابي اوي كده يا ابني انت شفت ابوك ودقت حض وحلام لكن عرب ما شفهوش كنت لازم اعواده يا عرب اللي ينزل يشتغل هو في اعدادي وكان بيديك فلوس دروسي الثانوية من وراي لحد ما دخلت الحقوق مش دا عرب اللي كان بيشتري لك اللبس المستورد اللي كنت بتقف تتعايق بيه وسط زميلك في الجامعة يا ابن جلال خلاص عرب دلوقتي بقى وحش استنى محمد المشهد دا عايز التعلق عليه المشهد دا طبعا المشهد مهم جدا المسكب بتوصيك على أمك طول الوقت اه لان هو ما كانش يعني في الأحداث ما كانش بر بيها شوية يعني الأخ اللي هو عوادي كان بر بيها أكتر وكانت علاقتها بيه أحسن من علاقتي بيها بس دا ليه أسبابه طبعا يعني هو علشان شايف أمه بتحب أخوه أكتر منه بتفضله في حاجات كتير كانت مش هجعها لحاجات رغم ان هو غلط فيها وأنا كنت صح وكانت ضدي فهو واخد موقف من العيلة ككل يعني بس طبعا ما نفعش طبعا أنه حد ياخد موقف من أمه ولا من أهله لأي سبب إن كان يعني طب حنرك على السؤال اللي سألته لك يعني أنت حضرت البدايات نجوم كبار فنانة طبعا يعني بتتكلم على فنانة سميرة أحمد على نور الشريف على عملقة يعني وأجيال مختلفة أنت دلوقتي مع أجيال تانية خالص الفرق عامل إزاي؟ وأنت لسه كمان صغير يعني بس كنت محظوظ أنك تقدر أجيال مختلفة أنا طبعا كنت محظوظ جدا أنه اشتغلت مع كبار النجوم في بدايتي وده هو اللي سهل لحد ما معرفة الجمهور بيئة لأن عملهم كانت بتتشاف نسبة مشاهدة كتا عالية جدا قنوات ما كانتش كتير قوي بس الناس كتبت تقعد تتفرج تقعد تستنى الأعمال دي فأنا كنت محظوظ طبعا أن أنا اشتغلت مع الكبار دول علشان أبقى مؤهل النهاردة أبقى في وسط زمالي بنعمل حاجات حلوة يعني طبعا الجيل دلوقتي مختلف عن الجيل بتاع زمان مدرسة بتمسيل نفسها اختلفت في إيه بقى؟ يعني كده بما أنت كنت في المدرستين كل فترة بيحصل أبديت لاي حاجة للموبايل للحياة الحياة بتجري بسرعة جدا كاميرات التصوير زمان غير كاميرات التصوير النهاردة الكواليتي بتاع زمان غير الكواليتي بتاع النهاردة طريقة التصوير بتاع الزمان غير طريقة التصوير بتاع النهاردة النهاردة بقى فيه أبديت زي ما قلتلك تمام بالصورة كمان حلوة الصورة طبعا فيه دلوقتي الـ HD فيه الحلوة كل مرة حاسس أنها تخدم القضايا اللي موجودة دلوقتي أكتر يعني الصورة الحلوة المبهرة هي الصورة الحلوة فيها النقاء للمشاهد لكن ما لاش علاقة بالموضوع نفسه الموضوع نفسه سواء إذا كان قديم أو حديث هو الناس بتتفاعل مع الحكاية طبعا إنما التكنولوجي بتاع الصورة ده يعني سنة الحقيقة القبضية اللي بيحصل كل فترة صح ده بيحصل ابن الوزعوام دي كانت مقولة دايما تتقال على كل من هم ابن نجم كبير أبناء الفنانين بس تلوقتي الحقيقة بقى فيه أعداد كبيرة لكن ودايما بنقول أنه أنت لسه بتقولي كان بيقولي لسه أنا تربيت في الستوديو ده يعني كنت قدام الستوديو بتمشي وبتتحرك فأنت عندك ذكريات طبعا مع الفنان أحمد مهر كان بيمثل هنا وإنت بقى طفل بتلعب يعني كل أعمال رمضان في الفترة اللي بتكلم معاك فيها دي اللي هي الفترة زمان كانت هنا في المكان ده في الستوديو ده أهم الأعمال الدرامية كانت بتصور هنا آآ ألف ليلا وليلا الفوزير أبس أنت كنت طفل يعني يعني غير معني بقى اللي بيحصل هنا أنا كنت باجي مع أبويا وهو بيصور وأنا أعد في الكوريدور ألعب بالعجل أو آآ وكده يعني آآ وكنت أخش أتفرج أشوف آآ أعمال رمضان هي بتتصور آآ أشوف المخرج بيعمل إيه أشوف أمتى حسيت إنك كمان ممكن تبقى فنان أصدق ابن الفنان ده بيطلع بيلاقي تصوير جدول خروج دخول شاشة بتعرض أعمال والده وحاجات كتير فما بيبقاش عارف هو هو صحيحي موهوب هو كمان ولا هو اعتاد الحياة اللي هو عايشها دي لا طبعا أنا كنت متربي في الأحداث دي في الاستوديو وفي البلاتوهات وفي المسارح بس الحد السنوية عامة عمري ما تخيلت أن أنا كن ممسر ليه أعمري ما تخيلت أن ممسر ما كنتش حابب إيه السبب مش عارف بس كنت خجول جدا ساعتها جدا في زمايل والدي كتير قالوله عايزينه يعمل معنا وكنت طفل يعني العمال مهمة جدا كنت بكسف يعني جاتي فرصة كبيرة جدا مع الأستاذ فؤاد المهندس في المسلسل عم فؤاد له وتذكريه طبعا فرصة كبيرة جدا فوزير آه عم فؤاد ده كان حاجة يعني تخض ما قدرتش لأنه كنت خجول جدا ومش حاسنا نعرف ممسر الأصل يعني ما عنديش الاستعداد هل من كتر ما أنت بتبقى شايف والدك بالشهرة طبعا أحمد مهر أعمال أعمال كبيرة ومهمة وهو نجمة مهم بتبقى ده بيعمل حاجة عكسية بيخليك أنت عايز ترجع ورا الكاميرا أكتر لا هو من بدايتي وانا فاصل الموضوع عن أبويا يعني بتعلم مع أبويا أنه هو أب بس في البيت آه يعني لو ما فيش رواية تستهويني أوي خلاص آه آه طب إمتى حصلت النقلة؟ إمتى قلت لأ أنا عايزة أكون نجم؟ سنة عامة إيه السبب؟ سنة عامة كنت بقلد كل كنت بقلد مدرسين بتوعيه كنت بقلد صحابي بقلد أي شخص مثلا في أي ميزة بينا واضحة كنت بحبت تقليد ساعتها أوي كنت متمكن جدا في موضوع أن أنا أقلد أي شخصية أشوفها حتى في الشرع المصري يعني حتى لو شخصية عابرة أول مرة شوفها كنت بقلد على طول فكل صحابي وزمالي قالوا لي لا أنت يعني في حاجة أنت مش أخبلك منها أي ما كنتش متأكد أوي في صراحة طب في البيت يعني فنان أحمد مهر وكمان والدتك يعني كمان يعني ست أهلمية وكاتبة صحفية ويعني ليها باعة هي كمان جدا ما حدش حس بأن عندك الموهبة دي؟ أو شجعك؟ ما كنتش بابان ده قدامه مبدئيا خالص من الخجل بقى الكسوف ما كنتش حابة بعين ده قدامهم وكان أبويا رافض تماما موضوع أن أنا أطلع موصل أنا أخش الوسط الفن جامعا إيه سبب الرفض؟ كل الناس عارفوا الموضوع ده على فكرة يعني قلتوا في كذا برنامج قبل كده إيه سبب الرفض؟ هو شايف أن المهنة دي مهنة قاسية جدا هي قاسية فعلا قاسية جدا متعبة للعصاب وجهاز العصبي بيوز من كتر الفوكس أو التركيز الزي ده عن الزوم خروج من الشخصية لشخصية 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 صحيح أنت بتتعب الجهاز العصبي هو مش عارف صحيح أنت المواطن ولا الزابط ولا المحاسب وبالذات الأدوار المركبة يعني الأدوار المركبة صعبة آه فأنت كل فترة بشخصية بأتيتود مختلف عن اللي قابله صحيح ففجأة لها نفسك أنت مش عارف أنت مين من كتر الشخصات اللي بتعملها لأنك بتروح للكاركتر بحزفيره بطريقته بكلامه بأسلوبه فبتنسى بقى نفسك أنت بقيت عامل أو كنت عامل إزاي طيب إمتى بقى قررت وقلت لهم لأ أنا هدخل المجال دي كانت وقعة كبيرة جدا وقت أن أنا قررت أن أنا أخش كانت وقعة مشهورة وفينا ستير عفاها أبوي رفض تماما و يعني شبه كان هيقطع يعني مش عايزة دخل يعني دي ممكن على فكرة تسمعها مع أب عادي يعني ممكن ملوش علاقة بالمهنة لكن هو خايف عليك من المهنة اللي هو فيها آه هو كان عايز يشوفني طيار طيار هو كان في ما فيش في دماغه حاجة غير أنه يشوفني طيار هو مش عايزني أي حاجة تانية غير أيوة وأنا كانت ميولي إلى حد ما راح ناحية التمثيل أكتر فدي كانت مشكلة كبيرة في البيت آه والدتي كانت اللي أنت عايزه أعمله يعني هو كان رافض تماماً أنا هو كان عايزني أطلع طيار و رافض الموضوع ما عملتش دور طيار لازم تعمل دور طيار ترضيه طيب حد أحلت دور طيار في مسلسل صديق العمر أيوة الأستاذ جمال سليمان كان هو بيجسد شخصية الراحة الجمال عبد الناصر وأنا كنت عامل أخيه طيار طيب وهنا بقى فإن أنا أحمد مهل اتبسط شوي شافت حتى لا هو خلاص بعد ما يعني ما أنا دخلت وخدت طريق بعيد عنه وقعدت فترة كبيرة جداً الناس ما تعرفش الأرابة يعني ما عرفوش أن هو أبويا والناس كتير ما كنتش تعرف ما تعرفش صحيح حتى على السوشال ميديا لحد الوقت فيه ناس بتبعاتلي كومنتز كده لواء ده هو أبوك يعني فيه ناس ما تعرفش فعلاً وأنا كنت حريص من البداية أن أنا أبقى فيه وي مختلف بعيد عشان مقارنة دائماً بتبقى ظلمة طبعاً يعني أي حد أبوه فنان أو ابن فنانة أو أي أن كانت سلطة الأرابة لا وبتتظلمه أنه طبعاً عشان أبوه فنان وانت تبقى بازل مجهود كتير فأنا بتليت بدايتي كانت من تحت خالص بمشهدين بتليت بمشهدين مشهدين في خمس مشاهد في حلقتين في خمس حلقة يعني بدأ يصاحبك بدأ يقول لك طبعاً يعمل كذا خد بالك من كذا ولا برضو كان سايبك أنت وأدائك نا هو فضل يعني واخد جنب لحد ما بتدى يشوف لي معروف في الشارع قبل كده هو لسه مش مش شايف آه أني يمكن مش شايف علامات آه تبقى يعني لسه لحد ما بتدى يشوف الناس حباك في الشارع فابتدى خلاص يعني طالما الجمهور اللي في الشارع حكم ومبسوط خلاص نتفرج على حق أعرب آه في الأواخر لأنه هو كان عنده هو كمان سيد العقرب كان هو بصور سيد العقرب وأنا كنت بصور حق أعرب وإحنا الاتنين خلصنا في آخر عشر تيام في رمضان آه علشان نلحق الحلقات تتسلم لأنه مشاهد كانت كتير قوي قوي والوقت ديق فإحنا عايزين نلحق الحلقات تتسلم فخلصنا في الأواخر فعبالا ما عادنا نتفرج على الأعمال عموما كان في الجزء الأخير من رمضان آه كانت الأعمال خلص يعني بذل طب انتباعه كان إيه عنك السنة دي لأ كان مبسوط بالعمل جدا جدا هو العمل الأصله ناشاء الله يعني تقريبا عجب الناس كلها في حاجات كده بتيجي كل فترة تعمل علامة يعني تحسي أنه إيه هيجي زيها تاني أمتى هتتعمل زيها يعني تاني أمتى وفين كل فترة كده تلاقي عمل ضرب قصر الدنيا الناس حبيته صحيح وفيه أعمال تانية بتبقى حاطت عليها أمل وما بتحققش النتيجة اللي انت كنت منتظرها يعني صحيح فالعمل ده عجب معظم الناس أو مش عايز أقول مية في المية عشان ما حدش يقول بابلغ يعني بس النسبة الأكبر من الناس عجبها العمل فهو من ضمن الناس اللي عجبت بالحكاية وبالحدوتة وبالمموثلين زي ميلنا فكان حاب إنه هيتفرق فقعد تفرج معنا كذا حلقة في الأواخ ما بتحلمش إنه يكون فيه مباراة تمثلية بينك وبين بعض بتحصل ولا تزيد خوفك بقى بصي طبعا هو راجل قدير والناس بتحبه جدا طبعا يعني ربنا هتدي له الصحة فالمقارنة مهما كانت هتبقى ظلمة وأنا ما حبش أخش في الجيم ده بصراحة آآ يعني يعني أنا حبش خليه بابا بس خليه بابا بس وأنا بتفرج عليها أحب بابا متفرج أيوه ما خشش المباراة دي هو أتعلم لكن يعني مش بفضل موضوع المباراة مع إنه مع إنه إحنا اشتغلنا مع بعض في عمل يعني عملنا فضل اشتباك مع بعض أيوة بس بس ما طلعتوش في لا أطلعنا قصات بعض في مواجهة شوية أه طلعنا في مواجهة في مواجهة عنيفة كمان يعني هو راجل راجل أعمال وأنا كنت ولد يعني السلوك وسيء ودخلت على المكتب ويعني حطيته في وضع كده أنا متأكدا هو بيفصل هو فنان محترف كبير ممكن يبقى شايف حد تاني لكن أنت بالنسبة لك يبقى المشهد صعب جدا جدا مشهد صعب جدا عمرك ما هتقدر تقف أصاد والدك وتنسى أنه أبوك يعني حتى وانت في تمثيل حتى لو فين ما بتعرفش تفصل ما ينفعش يعني كنت تتمنى ساعتها لأ حد تاني لأنه صعب أو حد تاني اللي يبقى أصاده يعني أي وحد تاني يبقى أصاده لأنه مهما كان يعني عمرك ما حتى تعرف تفصل بتحس أنك شايل اسم أحمد ماهر على كتافك طول الوقت ولا دلوقتي خلاص المسألة تغيرت لأنه عندك كمان حصيلة أعمال مختلفة لا طبعا أكيد أكيد بحس أن شايل اسمه طبعا وخصوصا في بداياتي الناس حب يعني الناس اللي تعرف أنه أبويا الناس حبتك من حبهم لي يعني عشان هما بيحبوه فأنت خدت الحب ده علشان الكريد بتاعه عند الناس طبعا كنت محصوص في حاجة زي دي جدا وبعد كده حبيت أفصل بقى عبقى بعيد يعني ما نبقاش بنعم برامج سوا أو بنعمل أعمال سوا أو كده واخد الطريق الوحدي طبعا تيجي نشوف حاجة من الأعمال ونشوف كده الشباب ما حدر لنا إيه لأ أنت عندك الحقيقة يعني إحنا ما عادنا نبص أنت عندك مجموعات كتير حاجات قديمة شوية وحاجات حديثة شوية خلينا نشوف هما مقدرين إيه ليكي طلبات قبل المرافع أستاذة؟ سياتي يا فندم هو شاهد واحد بس واحد بس؟ أيوة فندم وموجود معانا هنا في القاعة الرائد أيمن سقر ضابط الوقع ومحرر البلاغ الرائد أيمن سقر موجود يا فندم قول والله العظيمة قولي الحق والله العظيمة أشهد الحق يا حضرتك أنا كويس الحمد لله أيمن بيه بعد إساعدتك هو ده محضر الضبط اللي سياتك حررت عنه الوقع مش هتصغير قوي آه مش هتصغير جدا هم عشان عايزين يفضل الحوار معاك هي ودافينجي ده فنانة لايل عالوي طبعا مين النجوم اللي أنت حسيت أنك استفدت منهم؟ يعني أنا مش عايزة الإجابة الدبلوماسية استفدت من كله كله جميل والله ده حقيقي أيوة بس أكيد في ناس لأ كنت مستمتع والورق يمكن إداك الفرصة أكبر معظم النجوم اللي اشتغلت معهم أنا استفدت منهم حقيقي يعني بداية من الأستاذ سميرة أحمد وفي بدايتي وستاذ نور الشريف طبعا ونفعش ما استفدش منهم نور الشريف لازم اللي التزام والتصوير والمعيد حتى زميلي اللي هم جيلي برضو استفدت منهم أكيد عندهم حاجة مش موجودة عندي أنا طول الوقت أبعد ألاحظ ورائب وأشوف إيه هنا مميز عند الموصل ده لما أنت هتعمل حصيلة إزاي من غير ما تتفرج وتشوف وتشوف المميزات وتشوف دفوهات علشان تبقى عندك يعني باكتش كده أنت مجمعه لما يجي لك أي شخصية تعرف تطلع من العقل البطن صحيح وتعمل كاركتر مختلف فطول الوقت أنا باستفاد من زميلي الجداد مين استمتعت بالأداء يعني حسيت أنك عايز تجرب تاني عايز تعمل حاجة تاني معاها أو معاها كان نفسي طبعا أستاذ نور الشيفة قرر التجربة مع أكتر من مرة استمتعت جدا مع الأستاذ خالد الصوي جدا طبعا استمتعت مع الأستاذ علاي العلوي طبعا استمتعت مع محمد رمضان جدا عملنا البرنس وعملنا موسى استمتعت مع عوضي جدا من الناس اللي بتقعد على شغلها ما بينامش يعني لحد عشان يطلع موضوع حلو كل الناس والله والله ناس كتير قوي اشتغلت معهم برنس وحق عرب والأعمال دي بتخاطب أكتر يعني إيه نقدر نقول بتخاطب يعني المشاهد وبتدخل للطبقة الشعبية بشكل أكبر هل أنت حاسس أن الأعمال دي قدرت فعلا أنها تبقى قريبة منها ولا كانت بس كده مجرد بتنقل توازي للي بيحصل في الأحياء الشعبية بصي هو نجاح أي عمل هو الشعب برنس كان صعب الجمهور ده هو اللي ينجح أي عمل ويوقع أي عمل يعني الجمهور لو حكم أن العمل ده حل ويبقى خلاص العمل ده نجاح البرنس أو حق العرب أو الأعمال اللي تشبه الأعمال دي اللي هي بتخش بيوت المشاهد وقلب المشاهد وبتنجح النجاحات دي بتبقى عبارة عن قصة قصة الأول أول حاجة رقم واحد في المسلسلات القصة طبعا موضوع أهم حاجة الموضوع صحيح فلو السيدة اللي في البيت اللي بتعمل الأكل الأب اللي عام معياله الزوج والزوج اللي عادين قدام تلفزيون لو القصة عجبتهم الموضوع عجبهم وقعد يتفرج هو كده العمل النجاح فالأعمال دي يعني تعتبر من هذا النوع فدي الأعمال اللي بتستحوز على نسبة مشاهدة أكبر منين بتقدر تستوحي الأعمال الشعبية أصلها بتنافس بعض خلي بالك فيه أعمال شعبية ما بتنجحش برضو يعني فيه أعمال شعبية كتير ما بتنجحش السبب أنت بفوكة نظر هو توفيق ربنا ده رقم واحد ده رقم واحد أو المبالغة أحيانا ما بيقوش قريبين قوي من الناس الموضوع ما بيقاش مكتوب حل فيه حاجة بتبقى قريبة من الناس ما بتنجحش ما لسه إلى حضرتك لوقتي الجمهور هو اللي في إيده يخلي العمل مكسر الدنيا أو يخليه عادي عابر فالموضوع لو عجب المشاهد لو رمضانك جاي اتعرض عليك أحمد العوض زي محمد رمضان تروح لمين ده ما فيش حاجة اسمه روح لمين روح للتنين لتنين نجوم كبار لما أنت عندك كدور واحد بس تختار لا مش أختار هم اللي اختار مش هنخذيك الاتنين لا لا هعمل أنا أختار لتنين تختار لتنين أه أختار لتنين لأنه على فكرة مش عايب أنك تقول أنا أحب أمثل مع ده تاني أخذ فرصة تاني أحب أمثل معهم هم الاتنين تاني هم الاتنين محمد رمضان وأحمد العوضي هم الاتنين عندهم قاعدة جمهورية كبيرة جدا صحيح دي أهم من أحلى الميزات اللي موجودة عندهم أنك بتبقى مستمتع بأن الناس بتتفرج عليك أو أكبر عدد من الجمهور يتفرج عليك لأنه هم محبوبين جدا في الشرع المصري وهم حاجة أنك تشتغل مع الناس اللي محبوبة في الشرع المصري صح صحيح بيختاروا حواديد حلوة ودي الميزة التانية اللي موجودة فيهم بيعرف يختار ورق كويس بيعرف يختار موضوع يدخل البيت يشد الناس يشد الناس فدي ميزة كبيرة جدا فلا أشتغل مع الاتنين عارف وأنت بتتكلم معايا أنا فعلا تأكدت أنت بعيد عن الفنان أحمد مهر هادي مختلف هو هادي طبعا جدا بس هو عنده أداء كده متبسج بلغة العربية أكتر آه طبعا نجم فزيق أنت اللغة العربية أكيد يعني تتعلم منه كتير جدا إيه الدور اللي نفسك بجد تعمله بعد المشوار ده بعد أدوار كتير مختلفة نفسك أنه يتشاور عليك أو عندك يعني إمكانيات ممكن تطلع منك حاجات كتير في أدوار كتير أو ما عملتاش لسه أو نفسي عملها آه زي إيه عشان ده السؤال الأخير في أدوار آه بتبقى معقدة شواء أو صعبة على الموسل مش أي موسل يعرف يعملها تتحدى نفسك الأدوار السيكوباتك دي مثلا مش إيه أحد يعرف يعملها آه مش سهلة آه دور تعرض لحد من جيلك وعجبك وتقول أنا ممكن أعمل حاجة زي كده سواء في مسلسلات رمضان اللي فاتت أو اللي قبلها إيه الدور اللي اللي ممكن كنت تعمله والله أدوار كتير أول زي إيه إدينا كده أنا مش متذكر دلوقتي حاجة بس لا بالفعل وأنا بتفرج على أعمال كتير بقول أنا كان نفسي أعمل الدور ده أو الدور ده حلو أول زي إيه بقى عشان أختم به والله مش فاكر بس حقولك كان فيه مسلسل السنة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت للأستاذ المؤلف عبد الرحيم كمال أيوة طبعا عرفها طبعا حكاية غمام جزيرة غمام جزيرة غمام جزيرة غمام مصبوط الدور اللي عامل أحمد أمين كان آه طبعا كان دور قوي طبعا بس دور فضيع دور فضيع وصعب ومعقد جميع أنا الأدوار دي وإنساني وكل حاجة فيه كل الكوكتيل المشاعر اللي ممكن أي موسى صحيح يقف قصادها يعني صحيح بتمنى لك التوفيق بجرد يا محمد وبتمنى أن أنت تحقق يعني نجاحات كتير مختلفة وتفضل لحد ما تعمل لكل اللي أنت بتتمنى نورتنا وشرفتنا في التساعة ودايما إلى الأمام وسلم لنا بقى على البشر الكبير وعلى العزيزة الغالية كمان وفاء وسلم لنا على البيت كله خلص أشكرك شكرا جزيلا